يتم إجراء الصيانة الدورية للسيارة حسب جدول الصيانة المرفق في كتاب السيارة لكن هناك بعض الحالات التي تتطلب صيانة السيارة بتواتر أكبر وذلك عند القيادة على طرق وعرة أو طرق موحلة أو ثلجية عند القيادة على طرق ترابية أو غير معبدة عند القيادة على طرق تمت معالجتها بالملح عند القيادة في منطقة يتجاوز ارتفاعها 2000 متر فوق سطح البحر بالنسبة للسيارات التي تعمل بمحركات الديزل كذلك ينبغي زيادة تواتر الصيانة في حالات القيادة الغير تقليدية مثل تحميل السيارة بحمولة ثقيلة كقطر مقطورة أو استخدام حمالة سقفية استخدام السيارة بشكل متكرر لرحلات قصيرة أقل من 8 كيلو متر القيادة بسرعة بطيئة لمسافات طويلة أو عند الترك المحرك على وضع لا تعشيق لفترة طويلة القيادة بسرعة عالية تعادل 80% أو أكثر من السرعة القصوى للسيارة لمدة تزيد عن ساعتين في جميع الحالات السابقة احرص على تغيير زيت السيارة عند قيادة السيارة لمسافة أطول من 5000 كيلو متر أو عند مرور 6 أشهر أو عند القيادة لمسافة 10 ألاف كيلو متر أو مرور 12 شهراً في الظروف العادية في حال القيادة عبر مجرمائي احرص على تشحيم قطع السيارة خلال 24 ساعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر